السبل طرق الضلالة بدأت من القديم في أواخر عهد الصحابة بدأت طرق الضلالة تظهر ظهر الخوارج ظهر القدرية فرق ضلالة الخوارج الآن هم كاسم خوارج الأوائل والأسماء الأولى ما موجودة لكن موجود المنهج والفكر بتاعهم الفكر الخبيث فكر الخوارج القائم على أصلين اثنين كما قال ابو منصور البغداد في كتاب الفرق بين الفرق والشهر الثاني في الملل والنحل وغيرهم الخواري من هجم قائم على أصلين اثنين التكفير والخروج على ولاة الأمر التكفير بنوه على الفهم المغلوط للآية ومن لم يحكم بما أنزى الله فأولئك هم الكافرون فيما فهم غلط كفروا الحكام ثم كفروا كل الشعوب التي تدين بالولاء والسمع والطاعة للحكام ده الأصل الأول عند الخوارج والأصل الثاني عندهم الخروج على ولاة الأمر بمجرد الظلم أو الجور مجرد ما الحاكم ظلم أو جار أو أكل الأموال أو استأثر بها على قومه وحاسيته مجرد ما ظهر منه ظلم قالوا كفر بالله وبدل دين الله وخرجوا عليه الخوارج الآن موجودين بمسميات كمسمى داعش ومسمى جبهة النصرة وتنظيم القاعدة وجماعة الإخوان المسلمين كل هذه الفرق تحمل في بطونها منهج الخوارج ولو لم يظهر لك اليوم سيظهر غداً ولذلك السنة بريئة من كل هذه الطوائف النبي عليه الصلاة والسلام قال الخوارج كلاب النار قال هم شر قتلى تحت أديم السماء قال اقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم قال خير قتيل من قتلوه كل الكلام دعاً الخوارج فئة ضالة وفئة منحرفة وأهل السنة بريئون منها ناس الليلة شان يلبسوا فينا التهمة والكلام القبيح واللباس القبيح يقول لك ذال تكفيريين وذال من الخوارج أبداً هم يعرفوا تماماً أن مذهب أهل السنة ما جائم أصلاً على تكفيري ولا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو من قامت عليه الضوابط الشرعية المعروفة توفرت الشروط وانتفت الموانع وليس في دعوتنا تسرع في التكفير ولا خوض في هذا الباب إنما نحن شغلنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر طيب ظهرت الفرق من العهد الأول ظهرت فرق الضلالة لما أخبر ابن عمر رضي الله عنه قالوا لو ظهر قبلنا ناس يتكلمون يتقفرون العلم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف ابن عمر قالوا مخبروهم كلموا الناس اللي ظلوا في باب القدر ولنحرفوا كلموهم أني بريء منهم وأنهم براء مني قال والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل وحد ذهبا ثم أنفقه ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم نقل الحديث المعروف حديث جبريل الطويل والصحابة الكرام والأئمة الأعلام من التابعين ومن تابعيهم من الأئمة الأربعة ومرورا بأئمة الإسلام كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب إلى علمائنا المعاصرين اليوم كشيخ ابن باز وابن عثيمين الشيخ الألباني وغيرهم من أئمة السنة وعلماء الدين هم على منهج واحد منهج واحد هو اللي ترك النبي عليه الصلاة والسلام من إرث النبوة ده اللي احنا بنعنيه لا نعني أن يتجمع الناس حول قائد من القادة يتبعو ويكون خلفه لأبدا ولا ندعوك إلى اتباع واحد من الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الأئمة الذين نحبهم ونحترمهم ونجلهم لا ندعو إنسان نحن كسلفين إنه يتبع شخصا بعينه انتبهوا لهذه المسألة يا أخواننا ما بندعوك تتابع شخص بعينه ولو كان جليلا في قدره لأنه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة الحيدة مهما كان ما بتؤمن على الفتنة قد يفتتن لأنه ما رسول من الرسل ما رسول من الرسل الرسل معصومون لا يخطئون ولا يبلغون عن الله إلا ما أمرهم الله تعالى بتبليغه صادقون مصدوقون أما غير الرسل يجوز عليه الخطأ والسهو والنسيان والمعصية والذنب ولذلك المنهج السلفي قائم على النصوص يا أخواننا فهموا الكلمة دي قائم على النصوص الليلة أنا ممكن أقول كلام وأخطأ في الكلام بألا أنا قلته يصوبنا أي واحد من الحاضرين كويس بكرة دي قد أسلك مسلك خطأ ولذلك لا يجوز التعلق بشخص معين وندم ما أريد أن أختم به كلامي لا يجوز التعلق بشخص من الأشخاص كائنا من كان حتى العلماء ما بجوز يا أخواننا ابن تيمية عليه رحمة الله يقول في كلام خلاصته كما في الفتاوى ولا يجوز اتباع اتباع شخص بعينه ومن قال ينبغي للناس اتباع فلان أو فلان من الناس زول قال بس بارو فلان ده من الأئمة كمالك قال والشافعي وأحمد لو قال اتبعوه واعتقد ان الحق في كلامه فقط قال فهذا ضال مبتدع قال وقد يكون كافرا لماذا لانه اذا اعتقد ان الحق في كلام فلان من الناس دون الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول كل حق ده اذا اعتقد فيه النبوة ويكون كافرا بالله سبحانه وتعالى ولذلك قال الامام احمد كلمة عظيمة جدا وانا في مثل هذه الايام ايام كسرت فيها الفتن والتخبط وادعيها السلفية وادعيها الحق لما انكترت الفتن والتخبط نحن نحتاج الى مثل هذا الكلام ارجع يا شباب واقر مقدمة الشيخ الالباني على صفة الصلاة احنا محتاجين نرجع تاني نقرأ وان كاننا باعتبر هذه المقدمة من ابجديات من ابجديات المنهج السلف ما ممكن زول يدبنى المنهج السلف القويم ويكون يجهل بمسر هذه القواعد ارجع اقرأة تاني صفة الصلاة للالباني عام المقدمة في اتباع السنة وعدم التقليد للاشخاص الامام احمد بيقول لا تقلدني ده احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الاوزاعي واخذ من حيث اخذه شوف الكلام ده كيف شيل من حيث اخذه ما تقلد ما تدبع انسان اتباع اعمى الا ان تستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم اصل السنة دي الصحيح منها بس امشي وراه الا يكون ضعيف ده موضوع تاني سنة صحيحة امشي طوالي اعمل بيها اعتقد ادعبت ما في مشكلة النبي صلى الله عليه وسلم ما في اعتراض عليه لكن اي انسان من الخلق دون النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويرد مع احترام كلام اهل العلم وتغديرهم الكلام يطول في هذا الباب ولكن انا اكتفي بما قدمت وادع المجال لشيخ مزمل يواصل الحديث وصلى الله وسلم على نبينا محمد